حاجة طبيعية بتطلع من أكل معين أو من حاجات طبيعية وبتنزل السوق على اسم مكملات غذائية اللي هي الفود سابلينت دول عايزين نقول أنهم مش أدوية الناس زي ما أنت قلتي كده بتتطمن أنها حاجة طبيعية وإحنا بنقول أنه هذه كلمة مغرية جدا حاجات طبيعية وناتشرال وما تخافوش وده حاجة كلها طبيعية هذه الحاجات هي اللازم نخاف منها لأنها لو كانت يعني قدرت تنزل أو الشركات تنزل على هيئة أدوية كانت هتبقى أدوية الدواء ده بيمر بثلاث مراحل مرحلة الأولانية أنه يخش المعامل عشان نختبره في المعمل حاجة تانية نختبره على الحيوانات الحاجة التالتة نختبره على البني أدمين ثم ينزل السوق ونعمل اختبارات بعد كده نشوف إيه اللي بقى أخدوه وحصل لهم إيه ده بالنسبة لأي دواء ده الدواء وليس المكملات الغزائية الدواء هنا بقى أمان عدب كذا مرحول عدب مراحل كتير قوي ودخل في أبحاث ودخل في مقارنات بقارن الدواء بحاجة اسمها البلاسيبو البلاسيبو دي اللي هو مية ولا حاجة ودي الدواء وشوف الفرق بين مادة الدواء أو ديت البلاسيبو لو لقيت فرق يذكر يعني مثلا مثلا أنا بدي مثلا إنه مسكن بندي مثلا عشر عينين عندهم ألم بندي خمسة الدواء اللي احنا بنختبره وخمسة تانيين بندي اللي بنسميه البلاسيبو اللي هو كأنه دواء بس هو الحياة لا يحتوي على أي شيء نفس شكل الأرص بس جواه مية أوكي وبعدين بنشوف الخمسة دول الصداع بتاعهم قل والخمسة دول الصداع بتاعهم قل ولا لا عادة اللي اتنين الصداع بتاعهم بقل حتى اللي بياخدوا مية ليه لأن فيها حتة نفسية شوي أوكي بيحس إنه خاد الدواء لكن لما نحط بقى مئياس للألم نلاقي إن دول مثلا الألم راح بتاعهم بالنسبة 8 من 10 ودول بالنسبة 2 من 10 إذن فيه فرق 6 من 10 فيه التأثير على الناس هنا بنزله كدواء لأنه له فرق يذكر لو يعني قرنته بالبلاسيبو في حاجة تانية لازم تكون حصلت إن أنا لما ديت الناس دول الدواء اللي مش بلاسيبو الأثار الجانبية بتاعته ما كانش قوية ما هو كل دواء له أثار جانبية بس ألاقي إنه مثلا واحد مأدته وجعته شوية واحد جاله إسهال شوية كده إنه واحد مات من الدواء لا يبقى الدواء ده ما ينفعش إذن لازم يكون له تأثير يذكر significant بنقول عليه واضح ويكون الأثار بتاعته الجانبية insignificant يعني مش قوية لو لم المادة دي يعني تعمل الحاكتين دول اللي هو أثار فعلية قوية significant وأثار جانبية ضعيفة يبقى ما ينفعش كدواء يروحوا منزلينه بقى كمكملات غذائية يقولك ده مش دواء ده مكملات غذائية ده حاجة طبيعية بس إفرد له أثار جانبية كبيرة دي المشكلة بقى إنه لما بينزل معلهوش الأبحاث والدراسات وال يعني الكشف على الناس اللي خدته بعد كده جرالها إيه بينزلوه على هيئة مكملات غذائية وبيبقى هنا في مشكلة من اتنين في المكملات الغذائية دول يا أم مالوش significant effect يعني في الحالة دي مجرد إن أنا بدفع الناس فلوس على الفاضي وأنا غير مصرح لأنني دفع الناس فلوس على الفاضي بيبقى ما كانش ينفع دي والحاجة التانية إنه بيجيب نتائج مثلا بيضيع الألم بس بيعمل قرحة في المعدة يبقى هنا يا أم مالوش أثار قرحة